العمالة الأجنبية التي أضحى تستحوذ على نسبة كبيرة من فرص العمل يعني من يتحمل هنا المسؤولية؟ هناك من يرى أنه بسبب رخص أجرة العامل الأجنبي يقبل بأي أجرة في مقابل رفض العامل العراقي أنه لا يقبل بهذه الأجرة الزهيدة من قبل رب العمل هل هذا صحيح؟ طبعا السادس سعد في نقطة مهمة يجب أن نتحدث عنها أولا سعر العامل العراقي يتوافق مع الوضع المعيشي في العراق هل أن سعر العامل العراقي يمكنه مثلا من دفع ليجار يمكنه من عملية تعليم أطفالها يمكنه من أداء دورها بشكل كبير وبالتالي نعتقد أن ارتفاع الأسعار بشكل عام في العراق هو الذي يؤدي إلى رفع سعر العمال هذا أولا أما أن نأتي بعمالة خارجية بدون وضع قوانين وبدون وضع ستراتيجيات معينة وتدري الخطر في هذا الموضوع أن أكثر هذه العمالة هي تهرب يعني لا تأتي بالطريقة القانونية يفترض التي تكون لها وهناك شبكات وهناك شركات تقوم بتهريفها وهناك الكثير من العمال التي نراهم ونعرف بهم موجودين ويعملون وبالتالي ينافس العامل العراقي في رزقه قد يقول رب العمل أن توفر فرص عمل حقيقية للعامل العراقي وبالتالي الفائض يعني يفترض الفائض من العمل يذهب إلى جلب العمالة الخارجية أما أن نأتي بالعمالة الخارجية التي تقبل ربما بأسعار بسبب وضعها الاقتصادي في بلدانهم المبالغ الذي يأخذها العامل الذي يأتي إلى العراق في عائلته في بلده هو لكن بالنتجة لا تكفي العامل العراقي وبالتالي أنا أقول هنا غياب القانون غياب قانون الضمان الاجتماعي غياب قانون لو أن العامل في العراق يشعر بأن لديه الضمانات الحقيقية سواء كانت في التعليم في المستوى الصحي على مستوى الصحي في معالجة الحالات التي أو الإصابات التي تحدث له أثناء العمل لو كانت توجد هناك الضمانات أيضا لو وفر العامل العراقي اليوم المسكن لو كانت هناك الأسعار أسعار السكن أو الإجارات الموجودة بسعر تسمح له بالتأكيد لن يطلب العامل أسعار المرتفعة ولكن بالنتجة هو يطالب بحسب المستوى المعاشي في هذا البلد حينما تأتي بمجموعة مهربة بطريقة غير قانونية تدخل بطريقة غير شرعية وتبدأ بمنافسة هذه العامل العراقي لتأكيد تعمل على خلق بطالة كبيرة وبالتالي اليوم نحن لدينا جيوش بقنابل موقوطة موجودة تحتاج إلى فرص عمل وتحتاج إلى أن تعيل عوائلها وتحتاج إلى أن توفر لها الحياة الكريمة وهذه حقها دستوريا وقانونيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة